محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف العالمية بعد تألقه أمام منشست سيتي في مباراة كأس الدرع الخيرية حيث كان لمحمد صلاح الدوري الأبرز في تتويج الإفربول بكأس الدرع الخيرية بعدما قام بتسجيل هدف وصناعة أخر في المباراة التي انتهت بفوز الإفربول 3-1 على منشست سيتي ويتم اختياره رجل للمباراة وكان أبرز هذه الصفحات صحيفة بي آر العالمية التي نشرت صورة لمحمد صلاح عبر حسابها الرسمي على تويتر كبطل لتتويج الإفربول على حساب منشست سيتي من جانب آخر ركزت شبكة أوبة العالمية المتخصصة في إحصائيات اللاعبين على أرقام محمد صلاح أمام منشست سيتي مؤكدة أنه شارك بشكل مباشر في 13 هدف ضد الماني سيتي بواقع 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة وهي أكبر حصيلة أهداف يسجلها لاعب من الإفربول ضد فريق واحد فيما خرجت صحيفة ديلي ميل بعنوان رصاصة الإفربول مشيرة إلى توهب محمد صلاح واستعداده لخوض منافسات الموسم الجديد مثل الرصاصة التي ستنطلق من المسدس وأضافت الصحيفة أن صلاح تسبب في استياء جوارديولا مرتين الأولى كانت في الدقيقة الرابعة عندما أطلق تسديدة ولكنها جاءت في الشباك الجانبية والثانية عندما شارك في افتتاح التسجيل حيث مرر إلى أرنولد الكرة أما عن صحيفة ذي سيزان فيل فقد نشرت على صفحتها الثقة والجوع يجعل الإفربول يخطف كأس الدرع الخيرية 2022 من منشست سيتي بفضل محمد صلاح ونونيس وأكدت الصحيفة البريطانية أن يوردين كلوب كان محق ببقاء محمد صلاح في الإفربول بعدما صنع الفارق أمام منشست سيتي ونشرت صحيفة مرر العالمية من خلال صفحتها منشور بعنوان محمد صلاح المنتعش مضيفة أن محمد صلاح كان حادا كعادته في بداية اللقاء أمام منشست سيتي ولكنه كان مسترخيا في الوقت ذاته ليصنع الفارق ويقول لفربول نحو التتويج بلقب الدرع الخيرية وأشادت الصحيفة بموقف صلاح السابق عندما فاجأ الجميع بمنح زميله الوافد للجديد نونيس ركلة جزاء في مباراة لايبزيل الودية الماضية لمنحه ثقة مبكرة والتي ظهرت في مباراة منشست سيتي بتسجيله الهدف الثالث لليفربول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر